تتعرفون في درس اليوم على تسمية الأحماض الكربوكسيلية تبعاً لطريقة التسمية النظامية إن الجزء المبين أمامكم في الرسم هو جزء حمض كربوكسيلي فها هي مجموعة الكربوكسيل تقع هنا والآن لتسمية هذا الحمض الكربوكسيلي وفقاً لتسمية النظامية لابد لكم من اتباع طريقة تسمية الألكانات البسيطة كما تعلمون أنه لتسمية أي مركب عضوي فأنه عليكم تحديد أطول سلسلة كربون متواصلة وأطول سلسلة كربون في هذا الجزء تحتوي على 1، 2، 3، 4 ذرات كربون بالتالي اسم سلسلة الألكان هذا هو بيوتان إذن أن البادئة بيوت تشير إلى أن هذا الألكان يحتوي على أربع ذرات كربون وبما أن هذا الجزء يحتوي على مجموعة كربوكسيل فإن اسم هذا الجزء هو حمض البيوتانويك السؤال هل عليكم تحديد ذرة الكربون التي تقع عندها مجموعة الكربوكسيل؟ عند النظر إلى كيفية ترتيب الأحماض الكربوكسيلية ستلاحظون أن مجموعة الكربوكسيل تقع دائماً عند طرف واحد من سلسلة الكربون أي أن ليس عليكم تحديد موقعها في السلسلة وترقيم السلسلة يجب أن يبدأ دائماً عند ذرة الكربون الموجودة في مجموعة الكربوكسيل بالتالي تأخذ ذرة الكربون هذه رقم واحد وتحدد أرقام ذرات الكربون الأخرى في السلسلة تبعاً لذلك على النحو الآتي واحد اثنان ثلاثة أربعة وهذا يعني أن ليس هناك ضرورة لتحديد رقم ذرة الكربون المرتبطة بمجموعة الكربوكسيل فهي دائماً تأخذ الرقم واحد إليكم مثالاً آخر انظروا إلى الرسم المبين أمامكم في الرسم عند ذرة الكربون هذه تتفرغ مجموعة ميثيل تشير هذه الصيغة البنائية إلى أن الجزيء هو حمض كربوكسيلي لتسمية هذا الجزيء وفقاً لطريقة التسمية النظامية حددوا أطول ذرة كربون في هذا الجزيء لاحظوا أن أطول سلسلة كربون تحتوي على واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ست ذرات كربون أي أن المقطع الأول من الاسم هو هكسان ونظراً لوجود مجموعة كربوكسيل هنا يصبح اسمه حمض الهكسانويك ولكن لاحظوا من خلال الرسم أن لديكم مجموعة ميثيل تتفرغ من ذرة الكربون هذه أشرنا سابقاً أن مجموعة الكربوكسيل تأخذ الأولوية في الترقيم أي أن الترقيم سيبدأ عند ذرة الكربون هذه على النحو الآتي واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة أن مجموعة الميثيل تقع عند ذرة الكربون رقم ثلاثة أي أن اسم الجزيء هو ثلاثة ميثيل حمض الهكسانويك لنتعرف إلى مثال آخر انظروا إلى الجزيء المبين أمامكم في الرسم أن هذا الجزيء يحتوي على واحد، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبع ذرات كربون وهذه هي الكربوكسيل تقع هنا لاحظوا أيضاً أن هذا الجزيء يحتوي على رابطة مزدوجة تقع هنا بالتالي ما اسم هذا الجزيء؟ حددوا كما فعلتم سابقاً أطول سلسلة كربون متواصلة أن هذه السلسلة تحتوي على سبع ذرات كربون أي أن بادئة اسم هذا الحمض هو هبت وبما أن سلسلة الكربون تحتوي على رابطة مزدوجة فأن هذه السلسلة تمثل الألكين وليس الألكان أي أنه هبتين ولكنه لن يكون ألكين فقط لأن هذا الجزيء هو حمض كربوكسيلي أي أنه سيتم إضافة لاحقة إلى اسم الألكين والآن لتحديد موقع الرابطة المزدوجة ابدأوا بترقيم السلسلة من عند ذرة الكربون التي ترتبط بمجموعة الكربوكسيل أي رقم السلسلة على النحو الآتي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 وبهذا تكون الرابطة المزدوجة عند ذرة الكربون رقم ثلاثة أي ثلاثة هبتين وبأن هذا الجزيء يحتوي على مجموعة كربوكسيل بالتالي يكون اسم الجزيء بالكامل ثلاثة حمض الهبتينوك والآن انظروا إلى ترتيب ذرتين الكربون المرتبطتين ببعضها برابطة مزدوجة إنهما مرتبطتان ضمنياً بذرتين هايدروجين بالتالي إن أردتم رسم الجزيء بصورة أخرى ضعوا ذرتين الكربون على هذا النحو اذ تشير الصيغة البنائية الأولى إلى أنهما ترتبطان مع بعضهما برابطة مزدوجة وكما ذكرنا قبل قليل أن ذرة الكربون الموجودة على الطرف الأيمن ترتبط بذرة هايدروجين وكذلك الحال بالنسبة لذرة الكربون الموجودة على الطرف الأيسر من الرابطة المزدوجة والآن انظروا مجدداً إلى هذه الصيغة البنائية لاحظوا أن ذرة الكربون هذه ترتبط بمجموعة وظيفية كبيرة لذا ارمزوا لهذه المجموعة الوظيفية في الصيغة البنائية الثانية بالرمز R كما وتشير الصيغة البنائية الأولى إلى أن ذرة الكربون الموجودة على الطرف الأيسر من الرابطة المزدوجة ترتبط أيضاً بمجموعة وظيفية أخرى مكونة من ثلاث ذرات كربون بالتالي ارمزوا لها في الصيغة البنائية الأخرى بالرمز R1 لاحظوا من خلال الصيغة البنائية هذه أن هاتين المجموعتين الوظيفيتين تقعان على الأطراف المتقابلة لرابطة كربون كربون المزدوجة لذلك في حال أردتم تسمية الجزيء بشكله ثلاثي الأبعاد سيكون اسمه هو مفروق 3 حمض الهبتنوك وبهذا نصل إلى ختام الدرس ترجمة نانسي قنقر